لكن احنا هم نتكلم على شيء متميز نعم لانه في وظائف يعني برضو في العهل الجديد لكن احنا بنتكلم على وظيفة شغالها الرب يسوع اللي هي الكاهن والكاهن ذكرت انه بقدم الذبايح وبنوب للشخص الاخر فطالما انه عرفنا الكاهن فشو هي يعني المؤهلات خلينا احكي اللي بيعملها او بيتناولها الكاهن البعض انك اتلقبت يقول طب بما ان المؤمنين كاهنة الفرق بينهم بين المسيح رئيس الكاهنة اقول ان المؤمنين كاهنة بصفة عامة بعدما احبنا المسيح وغسلنا من خطيانا بدمه وجعلنا ملوكا وكاهن لله ابيه المؤمنين كاهنة لتقديم العبادة والسجود كذبائح روحية اما المسيح رئيس الكاهنة يخص اقترابنا الى الله ويخص ارضاء الله علينا وحالك ذكرت السؤال دلوقتي المؤهلات حتى يكون يسوع بيختلف بيختلف عن كرئيس كاهنة عظيم كرئيس كاهنة عظيم بحب اول عبارة اللي جات في عبرانين 4-14 فإز لنا رئيس كاهنة عظيم بحب اول كلمة دي قاد اكتاز السماوات يسوع ابن الله لو تسمح لي اقول في عجالة سبعة مؤهلات جعلت من المسيح رئيس الكاهنة الاعظم والوحيد الامر الاولاني هو مدعو من الله لهذه الوظيفة عبرانين 5 وعدد 5 يقول الكتاب ولا يأخذ احد هذه الوظيفة من نفسه بل المدعو من الله كما هارون ايضا كذلك المسيح ايضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كاهنة بل الذي قال له انت ابني انا اليوم ولدتك واحد اخذ هذه الردبة وهذه الوظيفة من الله رقم اتنين العن الكتاب في عبرانين 7-26 كان يليق بنا رئيس كاهنة مثل هذا قدوس بلا شر وبلا دنس انفصل عن الخطى وصار اعلى من السماوات رقم 3 هقولهم بسرعة في عبرانين 2 وحلوة رسالة العبرانين اكتر رسالة بتقدم لنا الرب يسوع المسيح في وظيفته كرئيس الكاهنة عبرانين 2 عدد 17 يقول من ثم كان ينبغي ان يشبه اخوته فيه كل شيء لكي يكون رحيما ورئيسه كهنة امينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب اخذ بس الحتة المقصودة وهو يشبه اخوته في كل شيء فرئيس الكاهنة كان لابد ان يعرف الام وتجارب اخوات البشر لكي يقدر ان يعين المجربين رقم 4 المؤهل الرابع يقول عنه في عبرانين 5 وعدد 2 ان كل رئيس كهنة يقام لاجل الناس واسمع الكلمة اللي جاي يقول قادرا ان يترفق بالجهال والضلين رئيس الكاهنة العظيم بتاعنا عنده المقدرة انه يشفق ويعين ويترفق بالجهال والضلين المؤهل رقم 5 للرب يسوع كرئيس الكاهنة انه دخل بدم نفسه مرة واحدة الى الاقداس فوجد فداء ابدا رئيس كاهنة الشغلان الرئيسية بتاعته ان يدخل يوم الكفارة الى قدس الاقداس المسيح لم يدخل اقداس مصنوعة بيد لكن دخل الى السماء عينها بذبيحة نفسه مرة واحدة فوجد فداء ابدا المؤهل رقم 6 يقول عنه في عبرانين 7 وعدد 24 كلمة حلوة اوي له كهنوت لا يزول كل رؤساء الكاهنة في العهد القديم كان عندهم expiration date تاريخ انتهاء صلاحية اما المسيح له المجد رئيس الكاهنة يبقى الى الابد له المجد رئيس كاهنة لا يزول اشتركوا في القناة